أول عيد أضحى في العاشر من ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة حضر عيد الأضحى وكان أول أضحى رآه المسلمون فضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وفات عثمان بن مضعون رضي الله عنه في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع وهو أول من دفن بها من المهاجرين غزوة بني سليم في محرم من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة بني سليم وتسمى قرقرة الكدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مئتي رجل من أصحابه لما بلغه جمع لبني سليم يريد غزو المدينة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدر لم يجد أحدا من بني سليم ولم يلقى صلى الله عليه وسلم أحدا غزوة ذي أمر في محرم من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة ذي أمر وتسمى غزوة غطفان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة وخمسين رجلا لما بلغه جمع لغطفان فلما علموا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم هربوا من كل مكان سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه في جماد الآخرة من السنة الثالثة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه والهدف اعتراض قافلة لقريش فغنيموها